استنفار أمني واسع في السودان غادة مظاهرات الذكرى الثالثة لثورة التاسع عشر من ديسمبر إجراءة جاءت بعد أن تظاهر آلاف السودانيين أمام القصر الجمهورية رغم الوجود الأمني المكثف وإغلاق الجسور قوات الشرطة السودانية أطلقت قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين الذين استطاع بعضهم تسلق بوابة القصر الجمهورية وحاولوا الاعتصام في المكان وأعلنت نقابة أطباء السودان مقتل محتجين وإصابة أكثر من 200 آخرين خلال محاولات أجهزة الأمن تفريق المتظاهرين المتظاهرون كانوا قد أكدوا على مطالبهم بحكم مدني ورفضهم لاتفاق رئيس مجلس السيادة السودانية عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك وفي تعليقه على المظاهرات أعلن الجيش السوداني أن مناطق متفرقة من البلاد شهدت مظاهرات رفعت شعارات مختلفة المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة أكد أن المظاهرات أكدت اختلاف الأجندة والرؤى وشدد على أن النبرة الخلافية والعدائية الصارخة يمكن أن تعيق التحول الديمقراطي السلس كما شدد على أن الاتفاق بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك يعد الأساس الذي يجب أن تبنى عليه الرؤى السياسية الانتقالية مشددا على أن القوات المسلحة دائما مرحازة لخيارات الشعب عبر انتخابات حرة وفي ظل جمود سياسي ناجم عن تمسك الشارع بمواقفه المطالبة بإبعاد الجيش عن المشهد السياسي وتعثر جهود حمدوك الرامية لتشكيل حكومة التكنقراط وفقا للاتفاق المواقع تبقى الأزمة في السودان مرشحة لمزيد من التصعيد ترجمة نانسي قنقر